لم يحمل التقرير الرابع لفريق الخبراء الدوليين الخاص باليمن أي جديد سوى الشعور بخيبة الأمل من جراء المراوحة وعدم الاكتراف الدوليين بالأزمة اليمنية الانتهاكات وفي مقدمتها تلك التي يرتكبها التحالف السعودي لا تزال مستمرة أخطرها الحصار المفروض وتبعات الفقر والمجاعة وغارات التحالف الجوية مستمرة بمعدل عشر غارات يوميا وبعضها يستهدف الأطفال الأمر دفع رئيس الفريق إلى استغراب القرار الصادر عن أمين عام الأمم المتحدة بشطب التحالف السعودي من اللائحة السوداء الخاصة بانتهاكات حقوق الأطفال حبرنا عن أسفنا حينما استنتجنا أنه في تقرير الأمين العام الأمم المتحدة لم يقع تعرض إلى الأطفال كضحايا الحرب وخاصة أنهم هم ضحايا الغارات الجوية هم ضحايا القصف العشوائي وكان من المفروض أن يقع أيضا وضع أطراف السرعة كلها في هذا التقرير وليس فقط الاقتصار على طرف واحد اللي هو الحوثيين فقط 131 ألف يمني على الأقل قتلوا منذ بنئ الأزمة بسبب نقص الأغذية والدواء وتدمير البنية التحتية إن الأجمات على منشأة إنتاج الغذاء والحصار المفروض على ميناء الحديدة وإغلاق مطار صنعاء من قبل الحكومة اليمنية والتحالف تمنع المدنيين من الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة فريق الخبراء اعتبر أن مواصلة بيع الأسلحة دفاعية كانت أم هجومية للأطراف المحلية والإقليمية المشاركة في الحرب على اليمن تتحمل المسؤولية بدورها عن حصول الانتهاكات تقرير فريق الخبراء الذي يؤكد استهداف غارات التحالف السعودي الأطفال في اليمن يضع الأمم المتحدة وأمينها العام في وضع حرج جدا بعد قرار أنطونيو جوتيريش منتصف العام الجاري شطب التحالف من اللائحة السوداء الخاصة بالأطراف التي تنتهك حقوق الأطفال موسى عاسي جنيف الميادين موسى عادي